نحن معنا سؤال رقم دال بيقول يا حبيب بيقول في سباك تفضل يا ساعة أو أي حتي يقرأ تفضل مكملين تمرين فاصل اثنين عشرين ثانية أنا عشرة واثنين من عشرة من السنة طبعا تستوبوتش يا شباب عشان يبقى فيها اكيوريت يبقى فيها طقة يبقى في صباك الميت متر يجتاز الفائز الاول خط نهاية زمن كذا ويجتاز التاني زمن كذا قدر المسافة بين الفائز الاول والفائز الثاني لدى عبور الفائز الاول خط النهاية عايزين نعرف اولا هو السرعة الاولاني كام وسرعة التاني كام صح ولا لا طيب السرعة الاولاني خلي بالك سرعة الاولاني سرعة الاولاني هي المسافة الاولانية على الزمن الاولاني صح؟ يعني هنقسم الميت متر على عشرة تمام؟ يديني عشرة متر على الثانية دا سرعة الاولاني سرعة الطالب الاول مين يقول لي سرعة الطالب التانية ولدت هنعمل ايه؟ المسافة على الطايم التاني يا محمد يا آدم كان بيتكلم تلال مفوط نسمع له في الآخر برافو يا محمد يا آدم بس نسمع تلال فضل يا تلال هنأسميني يا تلال على عشرة فاصل عشري اللي هي عشرة فاصل اتنين تنفع او نكتبها عشري بالآلة تطلع كم؟ عملوها بالآلة كده تسعة فاصل تمانين تمام متر لكل سنة تلوقتي الفارق الزمني كام يا حبايب بين دا الفارق السرعات كام؟ النساء ماشي بعشرة وتاني ماشي بتسعة فاصل تمانين معايا؟ طب المفروض لما يقول لي قدر المسافة بين الفائز الاول والفائز التاني اللي دا عبور الفائز الاول خط النهاية يبقى فيه فرق مسافات صح؟ فرق المسافات دا هجيبه كيف؟ هجيبه الفائز الاول مسافة بتاعت الفائز الاول ناقص المسافة بتاعت الفائز ايه؟ التاني معايا شباب المسافة الاولانية هي عبارة عن الميت متر طب المسافة التانية كاهم كانت كام يا حبايب كان عبارة عبارة عن عشرة لا ايه اللي عشرة دي الفائز التاني مسافته كانت كام دا قطع الميت متر اللي قابليه قابل الميت متر صح ولا لا؟ يعني مسافة التانية تمام؟ لو انا قلت الميت متر هقسمها على الطايم خلي بالكم معايا المسافة نفسها لا مش حيكات قاسم هو السرعة تسوي ايه شباب؟ مسافة على ايه؟ على طايم طب المسافة عبارة عن السرعة في الطايم السرعة في ايه؟ في الطايم يبقى مسافة الشخص التاني عبارة عن سرعته اللي هو تسعة فاصل تمانية بس هنضرب في كام مين يقولي؟ الطايم كام؟ في طايم الاولاني اللي هو عشرة سنية بس تاهميني فكرة؟ يبقى تطلع تمانية وتسعين متر بحيث ان الزمن ثابت معايا استوب ووتش انا دلوقتي عايزة احسب في لحظة ما الاولاني عدة الاولاني عدة الاولاني عدة في طايم كام؟ عشرة خلاص التاني وصل لكام في الطايم عشرة سنية تاهمين؟ وراها طبعة فتطلع بتمانية وتسعين تطلع بكم يا حباب؟ بتمانية وتسعين هنقول فرق المسافة بين الشخص الاول نقص الشخص التاني الاول قطع المية كاملين في عشر ثواني التاني في عشر ثواني قطع كام؟ تمانية وتسعين متر تطلع باتنين متر عرفت الفرق بين ده وده؟ المسألة طبعا لذيذة ومليانة افكار لو مش فاهمها هبعتلك الفيديو اسمحها تاني وخطوة خطوة هتفهمها ولو مش فاهمها أبعتها لي على الواتس او كلمني في المدرس ربنا يكرمكم حباب النهارتة خمستاشر عشرة صح؟ نهارتة كام؟ اه يوم الانلاين في المدارس نكمل حباب بعد كده بلقول لماذا توعدت اجابتك مجرد تقدير؟ اقول لي عشان الشخص ممكن يكون بتأ يسرع اكتر مش سرعة سبتة بساعات يبقى بياخد نفسه بساعات بيستنى شوية ممكن يتعب ممكن يشد حلو اكتر الحماس تاخده يبقى بسرعة اكبر ما اكبرناها نحن مثبتين ان السرعة كانت تسعة وتمانية السرعة كانت تسعة وتمانية تمكن أن تغير السرعة اثناء ايه الصيبة في behavior وثم نقف الآن لحباب سياسة تمرين اتنين اربعة تمرين اتنين ايه اربعة فاطلا تحت وفاصل ونرجع تاني يا أولاد ولا نكمل؟ هم؟ طب نكمل، يلا تمرين اثنين اربعة مين يقرأ السؤال التمثيل البياني مسافة وزمن؟ تمام؟ يعني مسافة على زمن يا أولاد، مسافة وزمن يتني سرعة عشان كده ها؟ في هذا التمرين سوف تنشئ تمثيلات بيانية المسافة والطايم وتفسرها يمكنك حساب سرعة جسم ما من ميل منحنة تمثيل البياني رقم وألف توضح المخططات أثناء تمثيلات البيانية المسافة والزمن التي تمثل حركة أربعة أجسام أجمل الجتول اثنين، ثلاثة، ذاكرا رمز التمثيلات البيانية طبعا هو الجتول هنا ها؟ ما هو هذا؟ اثنين، ثلاثة تمام؟ الآن نريد أن نعرف من التمثيلات البيانية لفوق نوصف الحركة، نضع الرمز هنا فأول واحدة ألف دي، هل الجسم يتحرك أو لا يتحرك؟ هم؟ رقم ألف هآ 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 أدحك ثاني فبصت لقى المسافة سابتة تاني ثانية هنا هوا المسافة سابتة وخط مستقيم يوازي محور الزمن معناه ان الجسم ساكن ان هنا الميل بيساوي كام هل الخط ده ميل؟ لا تب سف طب الميل نفسه عبارة عن المسافة عالطايم الصادات عالسينات يوبى السرعة بسف يوبى تجسم ساكن ولا جسم بيتحرك قولوا يا شباب جسم ساكن جسم ساكن لا يتحرك يوبى ألف هنا تمام رقم باء عايز حتى يوصف هادي فضل يتحرك بسرعة سابتة أكبر لا هو بص رقم به ورقم جيم عايزة تقرن بينهم نفس الرسمة صح صحة ولا غلط طيب اللي اتنين بيتحركوا بسرعة بص لو انا عامل حتى كده ها يوبى نعم ثانيا يا مان هاجبوا بس شوف بص يا شباب لما اجي ارسم رسمة زي كده ها مسافة لازم اتبعارف اببص على محور رصدات مهمة ابص عليه هو مكتوب مسافة بالمتر ولا سرعة هنا مكتوب مسافة مطايم بالسوامي لما يوبى عند النقطة الاولى السرعة هنا يوبى هنعمل خط نقطة كده عند الزمن اللي ها بشاور عليه ده السرعة هنا يوبى هنهوة وكده انا شاتيت خط تمام خلي بالكم من القصة يوبى هنا المسافة بتتغير بانتظام المسافة بتتغير بانتظام يوبى هنهوة سرعة سبت سرعة ايه سرعة سبت لو انا رسمت نفس الكلام او رسمت نفس الكلام على نفس المكيس الرسم وجيت عملت الخط الفوق كده شوي سرعة سبت ومش سبتة سبتة هنا الزاوية زاتت ولا لأ الزاوية الحادة اللي هي بتاقيها يصنعها مع محور الطايم زاتت دي معناها ان الميل بيزيد الميل يزداد الميل ايه يزداد طب هو مسافة على طايم مسافة على طايم يتيني ايه الميل سامعك السرعة يوبى السرعة هديد فيه الشكل ده الشكل اللي انا بشاور عليه ده السرعة اديد صح ولا لا طيب رقم بيه السرعة اكبر ولا رقم دال هنعمل خط كده ويبص على الزاوية مين باق زاوية بتاعته اكبر صح؟ يوبتيه سرعة اكبر سرعة ايه؟ سرعة اكبر طيب باق ودال اللي اتنين بيتحركوا بسرعة منتظمة ولا غير منتظمة؟ منتظمة كلمة منتظمة يعني سبتة احنا عرفنا ان الجسم الساكن هو ألف صح؟ طب واللي بيتحرك بسرعة سبتة وفيه بعد كده يتحرك بسرعة سبتة اكبر مين يقول لي بقى اول واحدة باق تتحرك بسرعة سبتة ولا سرعة سبتة اكبر؟ يوباباء هنا صح؟ ودال فوق تمام؟ اللي بتتغير سرعة كده جيم عايزين نفهم يا مستر السكتاه خط متغير منحنى وعايز اقول لك السرعة هنا بتتباطئ كل ما زمن ما بيطلع بيتباطئ ان هنا هتوصل النقطة دي ان هنا عملت خط كده هو يوبابا ما فيش ميلان للنقطة دي يوبابا السرعة هنا بقت بصفر ساهميني فكرة؟ الاول الميل موجود يبتق يقل يبتق يقل حيث ما يوصل صفر هو يوبابا بتتغير امش بتتغير؟ يوبابا سرعة ايه يا شباب؟ تضغى تتغير طب ملون كده لما بتسكن وحسن ان الانترنت ايه بوزة خالص طيب بعد كده يبين الجتوى الاثنين اربعة الازمانة المقابلة لمسافات قطعها عداء في سباق مئة متر استخدم البيانات لرسم منحنى التمثيل البياني المسافة على الطايم على وركة الرسم البيان اول حاجة لما اقول عشرة على عشرة انت مسافة عشرة كانت في سانيتين انت مسافة 25 كانت في 4 ثواني انت مسافة 45 في 6 ثواني انت 65 في 8 ثواني انت عايز بيقول لي ايه استخدم المنحنى مسافة والزمن الذي رسمت يبقى احنا عايزين نرسم هنا مسافة وايه وطيب عايزين نعلمكم كيف نرسم ياولاد كيف ايه نرسم معاي شباب طيب تعالى نشوف الرسم او نساويين المقاطر يسكرين للكلام هل انت هتشوفوا كده شباب ولا صعب سوال الرسم البياني ده شوبينا هعملوكم في جهة والوحدة واعلمكم الرسمة تعالى نكمل موضوع التصارع بالمر ليش عشان بس ما عطلتكمش بس تبقوا تسمعوه عشان تتضرب على الرسم البياني وكيف بترسم تمرين 2 التصارع التصارع انت ما يغير جسمه ما سرعته نقول انه يتصارع تصارع الجسم تصارع الجسم ده تصارع الجسمي تصارع هنا مبتتع مرفوع بالضمة الجسمي مضاف الى مجروب القسرة هو معدل التغير في سرعته يبقى مبتتع تصارع الجسم الخبر الجملة الاسمية خبر المبتتع الاولين هو معدل التغير في سرعته انت بكرة غدا عندكم امتحان عربي والله اعلم انما انا بتكلم اللي انا بتكلم في اللغة العربية هو تصارع اي عربي هنا مبتدأ الجسمي مطاف الى مجرور ولا مرفوع برق برق هو مبتتع ثاني طمير مبني في محل رفع مبتتع ثاني هو معدل يبقى معدلتا خبر التاني صح؟ خبر التاني خبر المبتتع التاني والجملة الاسمية من المبتتع الثاني وخبره خبر المبتتع الاول تفهمتوا حاجة؟ الفيزياء اسهل على النحو بما يرضي ربنا دلوقت اه اي خدمة اي خدمة طب حالب انا شرحت نحو عشان تغفل اللي بيحب النحو بيحب الفيزياء الاتنين سي بعض سي ما بتحب الرياضيات بتوبها هي قواعد بتمشي عليها بس مش اكتر منك مفيش حاجة صعبة مفيش حاجة سهلة في حاجة اللي انت تمشي بها بالترتيب وتشارح لك وفي المذاكرة تذاكر مرتين والتالتة تثبت تسمع قاعدة التذكر قاعدة ايه؟ التذكر نرجع لكلامنا ياولاد وتعالى نتكلم على التسارع وتسارع احنا قلنا معناه ايه اكس ريليشن في مين فاكر القانون بتاع التسارع اكس ريليشن قولي فضل تغير في السرعة لا تغير في الزمن بيساوي السرعة نهائيا السرعة ابتدائية عالطايم صح كده؟ طيب طيب يتم وصف السيارة في اعلان على النحو الادي تستطيع ان تتسارع من سفر الى تمانين كيلو متر كل ساعة صفرتي كانت ايه الجسم ساكن السرعة تغيرت خلال العشر ثواني وصلت تمانين كيلو متر لكل ساعة ما مدى ازدياد سرعتها كل سانية كمتوسط يبا هنقول تغير السرعات على الزمن كمتوسط هيتيني الاكس ريليشن صح او انا غلطان هقول التمانين ناقص السفر وقسم على العشر ثواني كمتوسط تطلع كام التسارع هنا يطلع تمانين سلامة رحمة الله وبركاته تمانين يبتلع السلامة يا تربيب يبتلع التسارع مين دخل دلوقت يا شباب ازايك يا عبا عزيز عملي حبيب اخبارك تمام تمانين على سلامة على عموم احنا مسايفين فيديو عشان الناس الانترنت كان مش مزبط يتزبط معه يلا بينا نكمل السؤال رقم باء بيقول يسير راكب دراجة بسرعة 4 متر على السنية ثم يتسارع لكي يتصل سرعته 16 متر على السنية في مدة زمنية قدرها 5.6 سنة احسي التسارع راكب الدراجة عايزين نعمل تسارع يا ولد يبقى التسارع بيساوي سرعة نهائية سرعة ابتدائية على الطايم V ناقص U على طايم V ناقص U على إيه شباب على طايم V بيكام يا حباب V 16 U السرعة ابتدائية كانت باربعة وهو لما يقول بيتحرك بسرعة ثم تصل سرعته إلى 16 يبقى السرعة النهائية بسميها V السرعة الابتدائية بسميها إيه شباب U سميها إيه U U يبقى 16 ناقص عربعة والطايم كام 5.6 نطرح يلا يا ولاية عونية الطرح يبقى 12 على 5.6 يلا تطلع بكام وحدة في الخياس 7 متر على الثانية يا ربي مين يقول لي الرقم معكم ألا ولا جيب أنا تطلع كام 2 فاصل 14 من 100 أنا عايز أقول لكم حاجة شرب سؤال زيته لو كان عليه ثلاث درجات المعلم هيوزع كيف درجة على قانون V درجة التعويض كله بدرجة وحدة القياس بدرجة أوكي دمنا حاجة تكونوا فاهمين يلا بينا نكمل حدايا بالشغال بتاعنا سؤال هنا هو بيقول إيه يسقط حجر بتسارع 10 متر عالثانية تربية احسب سرعته بعد مرور 3 ونص ثانية من سكوته مين يقول حتى يعرف يقول مين يقول أنا أنا طيب طب يلا يلا نجاوب مع بعض التسارع عبارة عن تغير في السرعة على ايه يا أولاد على تغير في الزمن تمام يا مستر أنا حجر يسقط معناها ان السرعة الابتدائية السرعة الاولى بكام بسفر صح تمام يبقى أنا القانون نفسه بيقول ان V نا س يو على طايم اوكي يا شباب التسارع اللي كام اللي بعشرة حتى لو مش عارف كلمة التسارع فيه متر عسانية تربيئة بتاعت ال A small A small يعني تسارع acceleration معناها ايه أولاد acceleration خدتنا حرف خدتنا حرف A small سيما قل يوب T 10 V تساوي V يا شباب بكام ال V تالي احنا عايزينها يقول يحسب سرعته وبعد بعد يعني سرعة نهائية يوب V ناقص U يوب كام يا حبايب بسفر والطايم بتلاتة ونص يوب حضرتك هتقول ايه سرعة يساوي 35 متر على السنية 35 متر على السنية معروف ان انت لو الجسم بيسقط مع اهمال مقومة الهواء خلال اول سنية ياخد 10 متر على السنية طب خلال سنيتين ياخد كام يا ولاد ياخد 20 متر على السنية خلال 3 ثوان ونص يبقى متر على السنية صح ولا لا سيم قلناها قبل كده يس شباب معي حبيب ابناء الطلبة طيب ماشي حبيب ماشي حبيب احلى شباب بط اللعب يا حسن دي كدك بتشاير على الشاشة وانا بسايل في الناحية التانية اوكي نوح طلع عنده مشكلة ما فيش مشكلة بص حبيب هو محمد ادم طلع برضو ما علي كله ده عنده مشكلة ونضم حمزة اخيرا حمزة عمر زيك حمزة زيك حمزة المكتوب تمت مغادرة فلان وفلان ما علي تمت مغادرة يحيى محفوظ سالم ابو سعيتي خطاب مغورين طيب اهلا تدوقتي لو لو انا مثلا مثلا هكتب مستر وجي او هكتب وجيه مصري فيزيا سمعيني واجب لكم حاجة فيديو كده ها حلو صغير نكتب بالانجليش خلين عربي اهلا تبقى يا مستر خليكم معي ساني واحتشرب نكتب نكتب ايوة معاكم السواني لحظة واحدة اشتركوا في القناة 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 عايز عشرة دقائق تاني بالزبط انا قلتلك عشرة دقائق يا حبيب عايز تطلعت الوقت برحتك انا بس بحل معاكم بعض الاسئلة زيادك انت ورد حاجة رد علي وراك حاجة يابني رد علي وراك مشوار مين كان طيب وراك مشوار صح اللي وراه مشوار ممكن يطلع انا بفاتل عشرة دقائق بالزبط انا كده كده سيجل الحصة وهرسلها لكم سيجل الحصة بص يا حبيبنا احنا ممتعد بساطة انا بحاول اه في صنة الوقت شباب بعد عشرة دقائق صح هيتيني خمس دقائق خمس دقائق بالزبط تمام يا حسن طيب خمس دقائق ممكن ولا صعب ممكن بنا عارف اللي هو خمس دقائق بس بصوا انا هفنش بعد دقيقة بس خلي بالكم معايا بس من اللي انا بقول لكم عليه سواني حبيب انا بعمل حاجة في الكمبيوتر عشان اواريها لكم ما تستنوا خلبي اعافي اركز في شو اللي باشتعب من المجوعة انا مش هيشتغل عشان اعاصل تعتبسل اين سواني حبيب بس عشان يزبط معنا بس انتم مبسوطين النهاردة اني اجازة مبسوطين بالعمطار اكيد طبعا نعم لات المدرسة مخصولة غسلة حلوة النهاردة حاجة حلوة لا مش طين لا لا كويسة لا حلوة نظيفة لا يا ولد يا ولد يا سلام على اجازات بتاعتك ماشي بصنا حبيب انا ببنته البساطة هنحاول بسرعة نوريكم احنا هنا في القناة شباب في الحل اللي احنا قلنا عليه قبل كده كده تشير قدامكم اهم احدث المحتوات هو حل كتاب النشاط الحركة وعنتنا تا عبر عن تمرين اول فيديو تا تمرين واحد ايه واحد اتنين ماشي اتنين واحد اقصد وده اللي بعته تمرين اتنين اتنين واحنا النهاردة اشتغلنا تمرين اه تمرين ايه شباب مين فاكر بقولك احنا اشتغلنا نهاردة تمرين اتنين تلاتة واتنين اربعة في الفيديو اللي فات وفي الفيديو ده اتنين اربعة ومكملية اتنين خمس تمام برضو عايزة فاهمكم موضوع ان هنا ها فيه نوعين من الحركات فيه حركة خطية وفيه حركة دائرية خلي بالكم من الفيديو ده اشتركوا في القناة يبا يبا زي ما انتم ما شفتوا ان الفيديو هنا هو الميا مكابيتش معاي شباب برضو في بعض الحاجات لو انا رميت لو انا رميت كتاب ورميت قلم من نفس الارتفاع هينزلوا مع بعض ولا لا لا الاتنين هينزلوا مع بعض الحباب لا الكتلة مشتخلة في الحزبان الكتلة مشتخلة فيه في الحزبان اما ليه حباب نعم لا يا صديقي احنا هنكتب هنا هو وجين مصري فيديا هكتب السكوت الحر السكوت الحر نشوف هتيجي ولا مش هتيجي اه بص انا ممكن اوريها لك حتى فيديو بس انا عايز اقليها من فيديوهات بتاعتك بس انا مش لقيها في الوقت هنكتب في ريفولي طيب هنكتب في ريفولي انا معرفش يعني هو لو في حصة هتوصلوا معاك المعلمين اه تمام انا 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 يا شباب خليكم بس معايا اتي مثلا اه عايزين فيديو قصية ريفول طبعا مش هتطلع مستر راجي طب نشوف القناة نفسها بتاعت مستر راجي لأ انا شرحها بس انا مش فاكر اسم الا انا عملها فيديو طب لأ اه حد ثاني قناة هيتتقافل يقول لك انت بتسرق المحتوى سوين هنا نشوف الشورتز قطي القناة بتاعتنا برضو هنشوف الشورتز يا شورتز اكيد اها بصوا يا شباب نشوف نشوف دي يلا شايفين مستر راجي مسك كورة الكتاب نازلين مع بعض ولا لا مين اللي في الصور يا شباب مين اللي عمل التجربة مين انا مستر راجي عايوة شكرا 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 شايفين انا عجبني اللي انا بتنطس في الاضراج شكرا 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 انا ساديجي محتمتش بيها السنة اللي فاتت حتى احتم بيها اكتر واكتر 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 برضو عايز افهمك ان فيه سكوت حبيبي يا مين مستر محمد ايوة لابا عملنا تجربة بس كده هوا فبنتحك مع بعض عايز افهمك ان كده ها لازم تبق انت فاهم ان فيه حاجة اسمها سكوت حر وفيه حاجة اسمها سكوت مقيف يعني الاسنسير اللي هو الاليفيتر او المسعد عارفين المسعد ده ده بيوبا فيه حبال انت ايه اللي خدت البالك منه فيه حاجتين انا برميهم واحد بحبل في السبت فيه حاجة في الطبق وفيه حاجة بتبقى في الهواء اللي بتبقى في الهواء بتنزل بتصارع الجاذبية الارضائية اللي هو عشرة متر حسينية تربية اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا كنتوا مع مستر وجيه المصري سينيور تيتشار اي اوف فيزيكس يلا الحا اوصلوا وادعوا لنا شباب ربنا معكم يلا السلام عليكم العفل 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 ماشاء الله ربنا يبرك لكم حبيبي حبيبي ربنا يبرك لكم يا رب سلام مع الف سلامة حفظ الله مع الف سلامة اتعيش تعيشت شكرا شكرا لحضركم يلا سلام شباب باي باي السلام عليكم ترجمة نانسي قبل 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 ترجمة نانسي قبل